48 ساعة اللي عد دول خلوا المصممين كلهم عايشين في احباط ورعب بسبب التحديث الجديد بتاعنا بانانا برو اللي قاله بقواعد اللعبة كل ده يا جماعة اللي هورهولكو دلوقتي مش مجرد تحسينات حصلت لا ده شغل كان بيتعمل في ساعات بقى يتعمل في اقل من 30 سنين في الفيديو ده بقى هنفك شفرة التحديث الجديد مع بعض وهعلمكم ازاي تعمله تصميمات مرعبة وانت نفسك هتتخض من اللي انت هتعمله وازاي ما انتو شايفين كده ده عينة بسيطة من اللي انا عملته على التحديث الجديد انا طلبت منه بس يعمل لي منيو المحل فولو طعمية اسمه البغل ودي كده النتيجة اللي طلعها لي وكمان قدر يكتب لي الكلمات اللي باللغة العربية من غيل ولا غلطة تعالوا بقى اعرفكم ازاي هنقدر نعمل كل ده يلا بيت اول حاجة هتعملها يا صاحبي هتفتح جوجل وهتيجي هنا في السيرشي بوكس وهتكتب جيميناي بعد كده هندوس على اول هايبرلينك هيظهر معنا اللي هو ده وكده بقى هو حولني الموقع جيميناي اهو ركز بقى في الخطوات اللي جاي دي عشان مهمة جدا لان بها هنقدر نستخدم التحديث الجديد بتاع نانو بنانا برو هنيجي هنا في المكان ده وبدل السريع دي يا جماعة هنختار جيميناي ستري برو اللي هو النموذج المفكر تمام بعد كده هندوس هنا على كلمة انشاء صور اللي هي دي يا جماعة اللي هي عليها علامة الموذج اهي تعالوا بقى نبدأ باهم ميزة واقوى ميزة موجودة في التحديث الجديد بتاع نانو بنانا برو انه بقى يعمل تصميمات باللغة العربية من غير ما يغلط في ولا كلمة واولة حرف في اللغة العربية مزاي النمزج اللي في الاول اللي كانت بتكتب اللغة العربية كلام شابك كده ومش مفهوم لا ده بقى يكتب اللغة العربية بطريقة احترافية جدا تمام تعالوا بقى نقلد مثلا تصميم معين وانتكشوف هنعمل زيه ازاي من خلال نانو بنانا برو تمام هنروح الى على موقع اللي هو ده يا جماعة تمام ونبتدى نختار التصميم اللي عجبنا اللي احنا عايزين نعمل زيه تمام وليكن مسلا نختار التصميم ده فاللو احنا بقى عايزين نحمل الصورة دي عندنا على الجهاز هنقف على الصورة كده وندوس على كليك شمال تمام بعد ما تفتح معنا الصورة هندوس على التلات نقط اللي جانب بعض دول يا جماعة تمام بعد كده هندوس على كلمة تنزيل الصورة والصورة هتبتدى تحمل عندك على الجهاز مفيش اي مشكلة تعالوا بقى نرجع تاني الجيميناي عشان اوريكو ازاي هنقدر نعمل ديزاين زي ده باللغة العربية من غير ما يغلط فيه فهنروح تاني هنا على الجيميناي وهنجي على علامة الزائد دي وهنبتدي ندوس عليها كده وبعد كده هندوس على كلمة تحميل ملفات عشان نحط الصورة بتاعتنا او الديزاين بتاعنا تمام بعد كده يفتح للجهاز اهو هنيجي في الداون لودز وندور على الصورة بتاعتنا وبعد كده ندوس عليها كده وندوس على كلمة قبل والصورة هتبتدي تحمل معايا عندنا هوا ما فيش اي مشكلة نجي بقى في المكان ده ونكتب البرومين بتاعنا او المطالبة بتاعنا فهقول له اريد عمل تصميم زي ده بالزبط باسم وبعد كده نكتب له الكلمة اللي احنا عايزينها هتكتب هنحط علامة التنسيس دي ونقول له مثلا مهرجان تحطيم الاسعار مثلا تمام بعد كده هنقفل علامة التنسيس تاني وهنقول له مثلا ابعاد الصورة هنخليها مثلا واحد الى واحد وبعد كده هندوس على العلامة دي اللي هي ارسال وهنشوف النتيجة اللي هتطلع لنا هتبقى عاملة ازاي وكده بقى هو بدأ يعمل الفكرة بتاعتها يا جماعة هيخلص وهرجع لك تاني عشان نشوف النتيجة هتبقى طالع عاملة ازاي وزي ما انتو شايفين كده يا جماعة ده الديزاين الاول اللي انا كنت حطه عايزة اعمل شبهة تعالوا كده نشوف بقى النتيجة مع بعض هتبقى عاملة ازاي كده شايفين يا جماعة النتيجة عاملة ازاي التصميم ما فيش فيه اي اختلاف ولا فيه غلطة في الكلمات العربية اللي انا كتبتها له زي ما انا كتبت له بالزبط مهرجان تحطيم الاسعار وما غلطش فيه ولا حرف فيها تعالوا بقى كده نجرب مثلا حاجات اصعب ونشوف هيقدر يعملها لنا ولا لا بس زي ما انتو شايفين كده يا جماعة هو اقل اللي انا خلصت المحاولات المجانية بتاعت نانو بنانا برو وهيبتدي يحولني على الاصدار القديم فهضطر ادخل بعد كده بقى بحساب جديد تاني تمام وهنزبط الاعدادات بتاعته زي ما عملنا في القبل كده هنيجي هنا عند الادوات وهندوس عليها كده ونختار كلمة انشاء صور تمام بعد كده هنيجي هنا على الموتيل بدل السريع هنخلي المفكر اللي هو جيميناي ستري برو اللي هو ده يا جماعة تمام بعد كده بقى هنروح على بنترست عشان نبتدي نختار التصميم بتاعنا اللي احنا عايزين نعمل زيه تمام وليكن مثلا هنعمل منيو زي المينيو ده يا جماعة فهنبتدي ندوس عليه كده وهنيجي على التلات نقط اللي جنب بعض دول تمام وهندوس على كلمة تنزيل الصورة والصورة هتتحمل عندنا على الجهاز على طول ما فيش اي مشكلة وهنرجع بقى تاني على جيميناي وهنبتدي ندوس بقى في المكان ده زي ما اتفقنا عشان نضيف الصورة بتاعتنا وهندوس بعد كده على كلمة تحميل ملفات وبعد كده هندوس على الصورة الاخيرة اللي احنا حملناها وهندوس على كلمة تمام بعد كده هنكتب بقى المطالبة بتاعتنا وهقول له عايز تصميم زي ده الزبط بمحل فول وطعمية اسمه وهنفتح علامة التنصيص ونكتب اسمه مثلا البغل وبعد كده مثلا هنكتب ابعاد الصورة هنخلىها مثلا واحد الى واحد تمام بعد كده هندوس على علامة الارسال دي ونستنى نشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي هيخلص بقى وهارجعلكو تاني وكده هو خلص التصميم يا جماعة وبصراحة نتيجة فجئتنا انا شخصيا لانه حتى هو فكر وعمل افكار جديدة للساندويتشات بتاعت المحل ده يا جماعة تعالوا كده نشوف التصميم مع بعض عامل ازاي هنفتح جده التصميم يا جماعة زي ما انتو شايفين هو قلت للتصميم التاني بس خلى اللوجو بتاع المحل بخلىها البغل هاو زي ما انتو شايفين كده زي ما انا قلت له وعمل لوجبة البغل الاملاقة تمام ووادي يا جماعة الفكرة الجديدة اللي هو عمل هالي عمل هنا البرجر الشعبي عمل ساندويتش بيرجر بس بالطعمية ودي فكرة بصراحة ممتازة جدا منه وعلشان بقى تحمل التصميم اللي انت عملته ده هتبتدت دوس على السهم اللي التحت ده والصورة هتتحمل عندك على الجهاز ما فيش اي مشكلة في كده وكده بقى احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا وقدرنا نعمل تصميمات ناس كتير قعدت سنوات كتيرة جدا تتعلم الحاجات دي احنا عملنا كل ده في دقيقة واحدة والتصميمات جميلة جدا وما فيهاش ولا غلطة وكمان باللغة العربية يا ريت بعلق الفيديو عجبك ما تنساش تعملنا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكو كل جديد معنا